ألوذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا جاءت طامة الكبار يوم يتذكر الإنسان ما جاء وبره الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآتر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ولهن نفسه ولهن نفسه عن الهوى فإن الجنة هي المهوى يسألونك عن الساعة عيال مرساها فيما أنت من ذكرها إلى ربك من جهاها إنما أنت منذر إنما أنت منذر من يخشها كأنه يوم يومها لم يلبسوا إلا عشرة أو ضحاها